الدرس سبعة المجموعة تكوين مجموعة بصفة تلقائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلا وسهلا بكم في سلسلة الدروس التعليمية للسنة الأولى في مادة الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع المجموعة تكوين مجموعة بصفة تلقائية إذن دعونا نبدأ ونستكشف معا تجمع الأطفال لمساعدة سارة على صنع عقد لأمها بمناسبة عيد ميلادها أساعد كل طفل على تحديد الخرزات التي سيستعملها نقوم بإيصال كل مجموعة بخط مغلق على حدة لنكون أربع مجموعات على قدر عدد الأطفال أتدرب واحد ألون غلالي المفضلة أختار من بين هذه المجموعة غلالي المفضلة وألونها هكذا إثنان أحيط بخط مغلق أدوات نظافتي أدوات نظافتي هي صابون الاستحمام الشامبو ومعجون الأسنان جميعها نحيطها بخط مغلق ثلاثة أشطوب كل أدات حادة أتجنب اللعب بها الحقنة والمقص كلاهما أدات حادة أشطوبها أوظف ألون ألون بالبني الحيوان الموجود على يميني نادر ألون بالبرتقالي الحيوان الموجود على يسار زينب أحيط بخط مغلق مجموعة الحيوانات الأليفة إذن نتحصل على كلب بني وأرنب برتقالي ومجموعة حيوانات أليفة تتكون من أرنب وديك رومي وكلب ألون بالأخضر مجموعة البالونات التي يمسكها المهرج باليد اليمنى أحيط بخط مغلق مجموعة الأزهار التي تمسكها البنت بيدها اليسرى ترجمة نانسي قنقر